عودة لخبر مباحثات رئيس حكومة الوفاق اللي بي فايز السراج في أنقرة وينضم إلينا من اسطنبول علام صبيحات مراسل الغد إذن علام الرئيس التركي تعاهد اليوم بأن يزيد الدعم الموجود حاليا من جانب الحكومة التركية إلى حكومة الوفاق طيب ما هي أوجه هذه الزيادة في الدعم؟ ما هي ملامحها؟ طبعا هذا الدعم يشمل كل القطاعات بما يشمل الجانب السياسي والعسكري والأمني وما يشمل الجانب الاقتصادي وكل القطاعات الأخرى وهذا انطلاقا من تصريح إردوان عندما قال إنهم سيواصلون وسيزيدون دعمهم لحكومة فايز السراج وكل الوزرات والمؤسسات التابعة لهذه الحكومة في الفترة المقبلة من أجل أن تسيطر هذه الحكومة كما قال على كل الأراضي في البلاد على اعتبار أنهم يعتبرون الطرف الآخر هو طرف انقلابي وبالتالي هم يؤكدون سواء إردوان أو السراج يؤكدون على أن الدعم التركي سيستمر في الفترة القادمة في كل هذه القطاعات انطلاقا وأساسا من الاتفاقات التي كانت قد وقعت أساسا في أوقات سابقة وتحديدا في نوفمبر الماضي بين إردوان والسراج والتي شملت جوالب سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية الأهم في هذه الملفات طبعا هي كلها مهمة ولكن الأهم هو الجانب العسكري والأمني بمعنى أن تركيا أو أنقرة ستواصل إرسال المزيد من العسكريين والمقاتلين والمستشارين ومن يقودون العمليات العسكرية إلى حكومة ترابلوس من أجل الاستمرار في العمليات القتالية في الفترة القادمة وهو أيضا ما أكد عليه فايز السراج في هذا المؤتمر الصحفي الذي حصل في العاصمة التركية أنقرة عقبة محادثات طويلة ويبدو أنها كانت موسعة استمرت نحو أربع ساعات بين الرئيسين وهذا أيضا على الجانب الآخر هناك المعارضة التي تنتقد هذا الموقف الرسمي من هذا الملف طيب لو تسمح فقط على معلوم أن الأحزاب المعارضة كان لها موقف تتهم فيه الحكومة التركية بأنها ربما تزوج بتركيا في ملفات خارجية ما موقف أحزاب المعارضة بعد تعهد اليوم؟ بالفعل موقف المعارضة لم يتغير هي تقول أن الموقف الرسمي من الملف الليبي تحديدا بالإضافة إلى ملفات أخرى طبعا من بينها الملف السوري وملف شرق المتوسط تقول أن الموقف الرسمي من الملف الليبي هو موقف خاطئ وأن الوقوف إلى جانب أحد طرفي النزاع الليبي دون الطرف الآخر هو موقف خاطئ وطبعا المعارضة تدعو إلى دور مهم للمجتمع الدولي وضرورة التنسيق مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل القيام بدور أكثر فعالية بالتنسيق مع هذه الجهة أو هي الأمم المتحدة من جهة أخرى بالتنسيق مع كل الأطراف المعارضة تدعو إلى الحوار الشامل مع كل الأطراف المعنية بالشأن الليبي وتدعو إلى عدم التدخل في الشأن الليبي من جهة ومن جهة أخرى هي تقول أنه ماذا نفعل في ليبيا هذا السؤال كرره كثيرا كبار مسؤولي المعارضة التركية وعلى رأسهم زعيم المعارضة كمال كوريش دارول وعندما كرر هذا السؤال مرارا وتكرارا ماذا نفعل في ليبيا وما هي مصالحنا هناك هم يعتبرون أن هذا تورط بين القوسين كما ترى المعارضة على الأقل وتدخل في الشؤون الداخلية الليبية وهي ترفض جملة وتفصيل هذا الموقف الرسمي وتدعو بأن تقف الجهات الرسمية التركية على مسافة واحدة من الفرقاء السياسيين في ليبيا ولكن هذا الموقف من المعارضة لم يأخذ بعين الاعتبار من الجانب الرسمية التركية الذي يبدو أنه يسر على موقفه حتى الآن عندما نتحدث عن المعارضة التركية نتحدث تحديدا عن حسب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة أشكرك علامة الصبيحات مراسل غد في اسطنبول شكرا لك